ومن غزة عبر الأقمار الاصطناعية انضم إلينا سيد أسعد حمودة مدير الإعلام في مصلحة مياه بلديات الساحل أهلا بك سيد أسعد على شاشتنا الغد أولا ضعنا في التفاصيل ما هو واقع المياه في قطاع غزة ومدى التلوث فيها نعم بداية تحية لك والسادة المشاهدين الكرام وكل شكر لقناة الغد العربي التي دائما ما تهتم بالقضايا المعيشية والإنسانية في فلسطين بشكل عام وفي قطاع غزة على وجه الخصوص حقيقة حينما نتحدث عن واقع المياه في غزة نتحدث عن سلسلة أزمات متلاحقة نتحدث عن قطاع متضرر بشكل كبير نتيجة الظروف المعيشية نتيجة الحروب المتكررة والحصار المفروض منذ أكثر من 12 عاما على قطاع غزة نحن نتحدث الآن عن ازدياد هذه الأزمة وتفاقمها نتيجة أمور طبيعية هناك عدد السكان الذي يرتفع بشكل متسارع ومضطرد يوما بعد يوم هناك زيادة في الاستهلاك في حين أن الموارد والمصادر المائية في قطاع غزة هي مصادر محدودة بداية ربما كثيرا ما نقول نحمل لاحتلال مسؤولية أي أزمة فعليا حينما نقول أننا نحمل الاحتلال مسؤولية أزمة المياه فإننا لا نبالغ حيث أن الاحتلال بالفعل كما هو يسرق الأراضي هو أيضا يسرق الموارد المائية ويمنع وصولها إلى قطاع غزة عبر الحدود ثانيا هناك بالفعل محدودية في المصادر حيث أن أي دولة في العالم تعتمد على المسطحات المائية هنا في قطاع غزة نحن نفتقر إلى ذلك نفتقر إلى النهار إلى الوديان إلى المياه الجارية وأيضا هناك نقص في كميات الأمطار ومنسوبها السنوية فبالتالي هناك عجز في الخزان الجوفي الذي يستنزف يوما بعد يوم يستهلك منه فبالتالي يكون البديل إما مياه ملوثة مياه عادمة وإما تكون هناك مياه البحر التي هي مياه مالحة ومالحة جدا سأأخذ الشقة الأول مسألة المياه الجوفية هل هي أيضا ملوثة وسبب هذا التلوث والكمية التي يمكن معالجتها طبقا للمختبرات وللأرقام والإحصاءات لأن صراحة يا سيد أسعد الأرقام التي جاءت في التقرير جدا مخيفة على الحياة المعيشية والإنسانية والاجتماعية لقطاع غزة بالفعل هي أرقام مخيفة مخيفة جدا يعني إذا تحدثنا بلغة الأرقام نحن كل المرافق المائية في قطاع غزة تحتاج لتشغيلها إلى وجود التيار الكهربائي نحن في غزة لا يخفى على أحد أننا لا تصل الكهرباء في أفضل حالاتها إلى أربع ساعات يوميا وباقي الوقت هو ساعات قطع والمرافق المياه في قطاع غزة كلها تعتمد في تشغيلها على الطاقة الكهربائية نحاول من خلال الطاقة البديلة أن نشغلها لكن هذا يحتاج أيضا إلى سولار ووقود صناعي هنا نتحدث عن أكثر من أربعمائة ألف لتر من السولار شهريا نحتاجه لتشغيل هذه المرافق فبالتالي انخفض معدل إمكانية تزويد الفرد من تسعين لتر يوميا من المياه إلى ستين كذلك نتحدث عن إنتاج المياه كان هناك إمكانية حينما كانت مثلا الكهرباء ثمان ساعات يوميا كان هناك إنتاجية بمعدل 230 ألف كوب من المياه شهريا الآن نتحدث عن في أفضل الحالات 170 ألف فقط هذا كله أدى إلى انخفاض إمكانية أوصول الخدمة للمواطن فبالتالي أيضا في شق التلوث نتحدث عن خزان جوفي بفعالية ملوث نحن نتحدث عن المياه العادمة أكثر من 110 ألاف متر مكعب من المياه العادمة يوميا عبر تسع مصبات من شمال قطاع غزة إلى جنوبه من رفح إلى بيت حنون تصب في مياه البحر حينما نستنزف الخزان الجوفي الذي هو أصبح الآن المصدر الوحيد فكما قلت هناك إحلال إحلال بماذا؟ بمياه البحر التي هي شديدة الملوحة وأيضا بالمياه العادمة طيب لا توجد أيضا عن عجز إمكانيتنا على استكمال المشاريع لتحلية هذه المياه هذا بالفعل ما أود أن أتحدث عنه وهنا ضعنا في إشارات هذه المشروعات إذا كان لها تمويل دولي أو تمويل مجتمع مدني أو بخلاف الشقة الحكومي أو المسؤولين في قطاع غزة أرجوك هناك العديد من المؤسسات الأممية ودولية التي تحاول دائما أن تدعم هذا القطاع ونحن أن تحدثنا اليوم عن تقرير مركز الإحصال الفلسطيني لا نغفل عن التقرير الشهير لمنظمة أكسفام التي كانت بعنوان غزة 2020 والتي تنبأت بأنه في خلال عام 2020 إن لم يكن هناك تدخل عاجل سيكون الوضع المائي كاملا كارثي لأن نتحدث عن 11% ربما نتحدث عن نسبة تأولي إلى السفر لكن فعليا هناك خطوات وهناك بوادر وهناك جهود تبذل من قبل مصلحة مياه باليدة الساحل وسلطة المياه وربما عرجنا على ذلك في المؤتمر الأخير لمدير عام المصلحة سيد منذر شبلق الذي تحدث بشكل مفصل عن هذا الأمر وتحدثنا عن محطات تحلية مياه البحر نحن بالفعل هناك من خلال الاتحاد الأوروبي ومنظمة اليونسيف كان هناك أول محطة في قطاع غزة لتحلية مياه البحر وكانت تجربة ناجحة استطعنا أن ننتج يوميا 6 ألاف كوب من المياه المحلة المرحلة الثانية سنصل إلى 20 ألف كوب يوميا من المياه المحلة هناك محطة أخرى الآن يعني عبر صدوق التنمية في منطقة شمال مدينة غزة وهناك أيضا محطة أخرى بتمويل اليو أس إيد أيضا موجودة في منطقة دير البلح وسط قطاع غزة هذه المحطات هي الحلول الاستراتيجية لدينا لكن للأسف الشديد نعود مرة أخرى ونقول نحن ننتج أو ننشئ مشاريع ولكن لا يوجد طاقة ولا يوجد كهرباء لتشغيلها بالحد المطلوب لتوصيل الخدمة الكافية للمواطنين أسعد حمودة مدير الإعلام في مصلحة مياه بلديات الساحل أشكرك جزيلا على ما تفضلت به ترجمة نانسي قنقر